مدفيدف يتحدث عن كييف وعن رغبتهم بالسيطرة على كييف هل تعتقد بأنه يبالغ بتصريحاته كما يعتقد البعض خاصة وأنه سبق له وأن تحدث عن الحرب النووية وغيرها بتهديدات عالية السقف هل تعتقد أن الرجل يبالغ إعلاميا أم أنه يتحدث من واقع حال خاصة وأنهم يتسلمون الصواريخ يتقدمون على الجبهات وقد يفكرون التقدم إلى كييف أعتقد بأنهم في الحقيقة جادون جدا في استخدام الصواريخ عندما تأتي ولم يظهروا أي رحمة في الأهداف ولم يجعلوا أي أهداف بعيدة عن استهدافاتهم بخلاف معامل الأطاقة النووية وبالتالي أعتقد بأنهم يرون أن كييف هي من الأهداف الاستراتيجية وإذا وجدوها كذلك سوف يستخدمون الصواريخ ضدها موسيقى